اشتركوا في القناة اللي هو عم يتعلق بإعادة يعني تطوير كوادرنا بس نحن حلنا وهي مسؤوليتنا نحن كإدارة لبنانية أنه نطور كوادرنا ونزبط ملاكنا ونحسن ملاكنا ونرجع مثل ما حكينا وقت الإصلاحات بالسلسلة نرجع نعمل دراسة تقييمية لبعد عشرين سنة على هالبرنامج اللي عم يكلف الدولة 14 مليار غير عمولة السبعة بالمية أنه سنويا أنه نحن قامتها رح نصير نقدر بملاكنا بموظفيننا لأنه عندنا كفائات كتير مش صحيح ما فيه كفائات بلبنان لكن المعاشيات اللي عم تندفع لمستشارين ببرامج اللي كانت الـ UNDP أو غيرها هي أوقات 3 وأربع أضعاف وخمس أضعاف اللي عم ياخدوا موظف بالملك فإذا هذا الأمر يجب أن يعالج وبالتالي نحن بدأنا بإشارة حازمة وحاسمة بما يخص هذا الموضوع وسنقوم بنفس التدبير بكل الوزرات عند دراسة البنوط المعلقة واللي حتى ما ينقال أنه كيف بدكم تعملوا هاي دي بنوط معلقة هاي بنوط معلقة من الموازنة هلأ في منها بيتعلق بنفقات وفي منها بيتعلق بإعادة سياغة بالتفاهم مع الوزرات المعنية لكن الموازنة ما مرت خط عسكري بلجنة المال والموازنة وهذا مش بفضلة هذا بالتعاون بين كل الكتال النيابية وبالتعاون مع كل الوزرات اللي إجت ونحن كلنا سوا عم نتعاون لمقدرنا نعمله بالحكومة أو لمقدرنا نعمله يمكن بسنوات سابقة لازم نعمله اليوم وضعنا الاقتصادي ما بيسمح وضعنا المالي ما بدي أرجع فوت فيه ما بيسمح فأذن هذا اللي ذكرته بما يخص وزارة الاقتصاد كذلك الأمر حكينا بالإجارات عندي مبنى بوزارة الاقتصاد سألناه عنه مشكور معي للوزير وضح أنه من 12 سنة الإجار الملحوظ بيوصل للمليار 924 مليون طيب هذا الإيجار بتقول وزارة الاقتصاد أنه هي تقدمت بطلب للحكومة بأنه تبني بستة مليار تأخذ اعتماد لبناء مركز لألة بيوفر علينا من هلأ إلى ما شاء الله هالمليارات اللي عم تندفع سنويا إجارات عم تروح هيك وبالتالي احنا أخذنا طلبنا من وزارة الاقتصاد تبعث لنا ملف الأرض يلي خصصت يعني ما رح يندفع حقها خصصت لهذا البناء وبذات الوقت نطلب من الحكومة تعطينا هالمشروع يلي عم تحكي فيه حول جمع كل الأبنية أو كل المقرات اللي علاقة بالإدارات الدولة بمكان واحد شفنا مبارح دايرة الأحصى مليارين في بينتهم شي مليار ومئتين مليون هدر أبنية ما استلمناها عم نشوف اليوم بوزارة الاقتصاد أنه فيه إمكانية للتوفير كتير كبيرة والوزارة كانت طالبة وروف الطلبة شفت أنا مجموع الاعتماد اللي بيتعلق بالأبنية المؤجرة الرسمية بيوصل لـ 114 مليار فينا نوفر بس بدنا قرار فينا نوقف هدر بس بدنا نضامن كلنا سوا مش نرفع شعارات سياسية كمان كمان علينا نعرف أنه مش بالشعارات السياسية منعمل الوفر كتير مهم التحرك يسير بس التحرك يكون هادف من ميل لأعطاء الناس حقوقها بخلق بدائل عن الضرائب ما بتكن تعطوا الناس حقها بتكن تلقوا لبدائل بدائل هي توقفوا الهدر نحن بتلت الشهر اشتغلنا بلجنة المال وصلنا لخلصات كتير مهمة رح نضعها بتصرف الهيئة العامة لذلك مثل ما قال فخامة الرئيس الموازنة أساسية لتأمين حاجات وإمكانات الدولة اللبنانية مع تأكيد على حرصنا بحقوق الناس وحقوق المواطنين ما رح خطكن بعد أكتر لأنه حكينا برواتب كمان بحدود 3 مليار و 808 مليون هاو دي رواتب متعاقدين يعني هاو بيمرقوا بمجلس خدمة المدنية بس نحن طلبنا كمان من الوزارة المختصة تعطينا المعايير يلي عم بتمن خلاله التعاقد حتى نشوفها نحن كمجلس نيابي بموازنة الصناعة كمان هناك عدد من البنوط طبعا فيه مليار و 200 مليون عبين عطوا لجمعيات لا تتوخر ربح وهن محصورين بمساهمة لمعهد البحوص الصناعية اللي عرفناه انه هذا المعهد من 5-6 سنين لليوم قابض مرة وهذا معهد خاص تعتمدوا الدولة لكل البحوص ووزنته 16 مليار مساهمة الدولة مليار و 200 مليون سألنا لاش عم نسأل عنكم لاش اولا لاش مش عم يندفع ثانيا شو الفايدة اذا فيه من الفايدة بعتولنا اياها حتى نتحقق منها ورحنا على بنود اخرى هايدي صرته التعرفوة من تعويضات عن اعمال اضافية سألنا عنها وصولا الى ايضا مساهمات لغير القطاع العام بتوصل ل450 مليون هايدي كمان بوزارة الصناعة بتروح لجمعيات الصناعيين ولا مؤسسة او مركز اسمه المركز اللبناني للتغليف لبانباك 450 مليون سألنا عدة اسئلة ومشان هيك كمان رحنا على نفقات جارية محددة بحدود المليار ومئة مليون لمؤسسة المقيس والمواصفات اللبنانية عم بعطيكم تفاصيل هالمرة حتى تعرفوا انه فيه جدية بهذا العمل فيه امور مبررة وفيه امور اقل تبريرا وفيه امور مش مبررة بالخالص بدكن تحدوا من هذا الانفاق بدكن تضبطوا الهدر بدكن تعملوا رقابة فعلية رحنا على التنمية الادارية بالتنمية الادارية شغل جيد لكن كمان الملاحظة نفسها يلي عم تتكرر بكل الوزرات عندي ببند البرنامج الانمائي للامم المتحدة كمان عندي مبلغ يصل الى 3 مليار و 941 مليون طيب سألنا عن الملاك الرسمي للوزارة اللي ما فيه يعني كل اللي عم يشتغلوا فيها هن مستشارين ما عندن صفة اذا بدكن ملزمة للدولة اللبنانية على هذا البرنامج وهي دي كلفتهم طلبنا ان يأتينا مشروع خيهون نيزاتهم يتحملونهم ملاك يصير فيه موظفين بالوزارة توظيف رسمي خاضع لشروط القوانين اللبنانية والخدمة مجلس خدمة المدنية من دون ما تتأثر عملية الانتجية حكينا بأمر كتير مهم كمان تبين عنا ومشكورة وزارة التنمية الإدارية عم تقوم بهذا المجهود لهو مساهمات في نفقات أخرى واصل ل 18 مليار و 570 مليون هيدا لإنشاء معامل نفيات صلبة تعرفوا أزمة النفيات تب درسوا موزن تكون لا تعرف كيف بك تحلوها هيدا سألنا عن هالبرنامج واجينا أجوبة انه نعم هنالك عدة مساهمات من الاتحاد الأوروبي توصل هلأ ل 35 مليون يورو وهيدي الذي نعمل فيها معامل على 3 سنوات بكافة المناطق اللبنانية بدأت ببعض المحلات وبعدها لم تبدأ في مأماكن أخرى سألنا لاش لأنه بعد في منه 24 مليون يورو ويقال أنه في عملية إجرائية حتى لتأكيده والبلديات ما كانت رح بحكيها مثل ما هي مثل ما قلت للوزارة بلديات مثلا بجبل لبنان ما كانت عم تتعاون بالقبل لأنه كان فيه أو غيرها كمان ببعض المناطق اللي كان فيها سوكلين لأنه كان فيه تعاون مع سوكلين هذه القصة بلا نخلص منها نحن مش مستعدين كل لحظة والتاني تنكبس بالي بوجه الناس وبوجهنا بالطرقات هذا المشروع لأنشاء معامل ومعالجة نفايات الصلبة بشكل صحيح وسليم وفقا للمعطيات ولوفقا للشروط الدولية وبتمويل خارجي يجب أن يبدأ وفورا وهو أهم بند بالموازنة من هيك اتفقنا نحن وزارة التنمية الإدارية والقيمين على هذا البرنامج أنه رح يكون في لجنة من لجنة المال والموازنة رح تتابع ورح ينعمل جلسة خاصة للجنة المال مع المعنيين حول هذه المعامل ونحن ما رح نقبل بأعذار من اليوم وطالع تنكفي بسياسة المطامر سياسة المطامر لازم تكون يعني بحد أقصى تنتهي خلال سنة ولازم ننتقل للمعامل طالما التمويل موجود وما في أسباب ولا في أعذار للتلكق بعملية إنشاء المعامل يعني البدء بتحديد وتخصيص العقارات اللازمة بكل قضاء لهذا الأمر عندي جلسة أو عندنا جلسة ساعة خمسة المساء كمان لمتابعة ما تبقى من اعتمادات إذا تأمن النصاب وبتمنى وهون بين هلالين بطلب من رؤسة الكتل بتمنى مرت الماضي السيد حسن نصر الله سمحت السيد سمع صراخي وبعتقد سمعتوك لكون وأنا بتشكره وبعتقد في رؤسة كتل كمان سمعت ولكن أنا عم بشعر بعدني بنقص لأنه عم ننتظر نص ساعة وأكتر أوقات نقدر نقمن النصاب وفي أيام مش عم نقدر نقمن النصاب الموازنة أساسية الموازنة استراتيجية بتمنى وبطلب من رؤسة الأحزاب من رؤسة الكتل يشدوا على زملائنا باللجنة اللي مش عم يحضروا حتى يأمنوا هذا الحضور لأنه نحن على بضعة أيام إذا توفرت النواية وتوفرت الإرادات من انتهاء من دراسة الموازنة وشكرا إذن مشاهدين نتابعنا من مجلس النواب النائب إبراهيم كنعان وذلك بعد اجتماع لجنة المال والموازنة ولكل جديد كالعادة أبقوا معنا موسيقى